في ظل نهضة تنموية بشتى الحقول والميادين تحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطني التاسع والاربعين والذكرى الحادية والعشرين لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة مقاليد الحكم وبفضل القيادة الحكيمة استطاعت مملكة البحرين منذ استقلالها في 16 ديسمبر عام 1971 المسيرة نحو التقدم والتطور من خلال الاعتماد على قدراتها الذاتية الخاصة ووطع رؤية استراتيجية تعزز فيها قدراتها الاقتصادية والمالية وبعد تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة الحكم عام 1999 شهدت مملكة البحرين نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا مهما لها بإعلانه الإصلاحات الدستورية وإعلان الميثاق الوطني ليعزز ذلك النهج الديمقراطي للبحرين ويساهم في تحقيق إنجازات مشهودة ورائدة على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل واستحترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطة وتعزيز المشاركة الشعبية وفي مجال الدبلوماسية تمكنت البحرين من دعم مكانتها الخارجية بالسياسة المعتدلة والمتوازنة والفاعلة مما ساهم بتعزيز صورتها كبلد آمن للتعايش والتسامح وجعل لها حضورا في كافة المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما نجحت في تبني الخطط والمشروعات الرامية للتصدي للجريمة والإرهاب بكافة أشكالهما وأنواعهما الميدان الرياضي يعتبر أحد أهم التطور بمملكة البحرين فقد نجحت في استضافة سباقين متتاليين للفورميلا 1 خلال مدة وجيزة حيث تعتبر أول دولة تنظم مثل هذا النوع من الرياضات في منطقة الشرق الأوسط وعلى طريق التقدم والازدهار تستكمل مملكة البحرين مسيرتها وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال سعيها تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبهذه المناسبة الوطنية البحرينية العزيزة على قلوب جميع الكويتيين تستذكر دولة الكويت الوقفة التاريخية والمشرفة لمملكة البحرين قيادة وشعبا مع الشرعية الكويتية أثناء غزو النظام العراقي البائد في عام 1990